نحن الآن في جبهة حرض تحديداً بالقرب من قرية المخازن القرية تقع خلفنا تماماً ولم نتمكن من التصوير منها بسبب اجتداد المعارك على أطرافها كان الجيش الوطني قد سيطر أمس على قرية المخازن هذه القرية التي هجرها سكانها وتحولت إلى ثكنة عسكرية للميليشيا في الساعات الماضية حيث تمكن من سيطرة على الخط الواصل ما بين حرض وميدي بالإضافة إلى سيطرته السابقة على قرية المخازن ومبنى البريد بمدينة ميدي ومزارع نسيم في حرض هذه إحدى الدانات وقعت بالقرب منها كما تشاهدون ومعنا الآن لتوضيح الصورة أكثر أحد القادة الميدانيين هنا بسم الله الحمد لله أنه تم السيدرة على هذه المنطقة من قبل بداية الهجوم من يوم أمس بالفاجر وتم السيدرة الكاملة على هذه القرية التي كانت تحت عياد الحوافيش إذن لا تزال المعارك مستمرة وعلى أشدها هنا بين الجيش الوطني والحوثيين والساعات القادمة ربما تنبئ بالمزيد من التطورات علي جعبور قناة بلقيس حرط موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة